طيب قضية أن حكم الحاكم يرفع الخلاف الآن يسحبونها على الحكام الموجودين الآن لا لا بالنسبة لمن ليس من أهل الاجتهاد وليس من أهل العلم ما له أصلا أن يحكم في هذه الأمور ولا أن يرجح فيها وصوته غير معتبر سبحان الله الصوت المعتبر هو صوت هي المشكلة الآن أن حتى المجامع الفقهية أصبح الحسن فيها بالتصويت نعم وكثير من الأمور أصبح الحسن فيها بالتصويت فيستوي صوت العالم والجاهل ولكن المجامع الفقهية ما فيها جاهل في الغالب لا لكن أقصد فيها من هو بعيد جدا مستواه إذا قرن بغيره من الكبار العلماء يكون جاهلا في مستواه صحيح وقد أدركنا هذا أنا أدركت الكبار العلماء في المجامع الفقهية فيها كبير كبار العلماء وفيها ناس يعني وفيها ناس دون ذلك بكثير صحيح وحتى كنا نشهدها ونصوته ونحن ما نساوي شعرة من أحد منهم وما زلت أستحيي من نفسي عندما كنت في المجمع الفقهية وكان يناقشني الشيخ عبد الكريم زيدان رحمة الله عليه رحمة الله عليه فأين مستواه من مستواه أكرمكم الله هذا من تواضع لا لا هذا حقيقي إزاكم الله وخير هذا حقيقي أكرمكم الله فلذلك قضية الاعتبار أهل التخصصات مع الأسف اليوم نعم في الطب يذهب الناس إلى أهل التخصص في الطب إذا مرض الإنسان يحتاج إلى عملية شراحية ما يذهب إلى الشيخ عبد الحي ليجري له العملية صحيح إذا آلمته ضرسه يذهب إلى طبيب النساء أو طبيب عين نعم هذا في التخصصات محتبرة لكن المشكلة أنه في الفقه والمجالات العلمية كل من هبه ودبي وخذبر شكرا لكم اشتركوا في القناة